حاجة هو شريفها يقدر يلجأ للمحكمة واعتقد ان هو في ايده جزء كبير قوي من وقف الحملة المضبرة على نادي الزمالك بدليل النهاردة ان التقى الاستاذ ماندوح عباس قسم رئيس النادي في انتخابات فابقة بقسم نادي الزمالك حاليا من الاستاذ صلاحة دياب في جرنال المصروم واصدروا مجموعة من الشتائب في حق رموز النادي بالكامل فاعتقد لو استاذ ماندوح عباس شايف اي رأي ليه هو معادش عضو في الجامعية الهومية يقدر هو يروح محكمة لو ليه اي رأي واحنا كانادي الزمالك هنتخذ قرارات بهذا الشق وانعمل بلاغ تمام بالنسبة للويت نايتس بالنسبة للجماهير قضية الجماهير سواء اللي حضاك قلت عليهم الويت نايتس او الجماهير العادية الموضوع متعلق بالامن لو الامن بكرة سمح بدخولهم المبارات السلة فاحنا ما عندناش مشكلة مدام اه نلتزم بالسلوك القويم ونلتزم بتشجيع نايتزة مالك زي ما قلت لحضرتك نايتزة مالك بيتعرض لحملة جبيرة جدا اعتقد ان الجماهير واعلاميين وصحفيين والمحترمين اللي بينتموا لنايتزة مالك واللي انا شكرتهم مبارح اللي هما طلبونا بالالاف اعتقد ان ازا ما قلت نحتاج لكل فرض عشان يوقف جنبه احمد 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 كلام كلام مهم يعني معنا كده حضرتك بتقول مش هتسمي حد لو جمهور الزمالك بكرة عايز يحضر المباراة اهلا وسهلا طالما مش هيخرج عن النص طالما هيشجع فرقته طالما هيوقف جنب فرقته باب النادي مفتوح للجمهور باب النادي مفتوح دايما لجماهير وما فيش مشكلة لو الامن سمح خبالك اتحاد السلط قال اتحاد السلط قال ان المسؤول عن امن المباراة بكرة هو نادي زمالك اه اه كابتن خالد اه كابتن خالد اه في حاجة بس انا عايز اقولها فضل اي اعتراض على الجماهير احنا نادي زمالك مش مختلف مع جماهيره في بعض اذا بعض اخطأ فبيحاكم واذا المحكمة برائتهم يطلع واذا ادانته فالي عقابه لكن جماهير نادي زمالك ليسوا لم يكنوا في يوم المعاداة مع السيدة ايس النادي او مجلس الادارة بالعكس احنا مجلس الادارة من اول ما جئوا هو بيحاولي دخل الجماهير يعني انت بكرة هتفتح الباب للجماهير لو الامن وافق لو الامن وافق انا هبقى معهم في المدرجات حاجة حاجة يعني ممكن ممكن بكرة جمهوري العادي ممكن الوايت نايتس ممكن اي حاج يكون موجود في المدرج طالما بيشجع فرقته بحبه باحترام الباب مفتوح للجميع وما فيش اي تعدي على الامن او على النادي او على منشآت النادي او في اي ممتلكات للدولة يشرف نادي الزمالك انا حاجج مراتين وعمل عمر ثلاث مرات انا للمرأة الاخيرة بطلب من ربنا باستغفر له على اللفظ اللي قلته اللي هو ما كانش قصدي يعني كان قصدي معنا تاني بس هو ده اللي صلح يعني ربنا يحصل لك يا احمد هذا اللفظ وكلنا بنتعصب وكلنا بنخطئ وفي نهاية خير الخطأون التوابون زي ما بيقولوا صح؟ عشان ما غلطش بس شكرك خير الخطأين التوابون ولا خير صح كده؟